السلام عليكم وأهلا بكم في الجزء الثاني من أهم جوانب شاشات الجيمينج لحد دلوقتي إحنا اتكلمنا عن معدل التحديث والدقة والفاريب الرفريش ريت والإمبوت لاج وباختصار عرفنا إيه اللي يهمك وإيه اللي ترميه لما تيجي تقيم شاشتك الجديدة النهاردة بقى هنكمل وهنبني على أسس عملية أكتر هنهتم بصحتك وتركيزك وكمان عمل الراحة والمطعة البصرية كالعادة نبدأ بالدسكليمر اللازيز بتاعنا الفيديو ده بيتكلم عن شاشة الجيمينج فقط ومعتبر إنك شفت الجزء الأول خلاص فلو انت مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه ممكن توقف وتروح للحلقة اللي هنا وترجع تكمل تاني وسانيا كل الجوانب هنعرضها من خلال الجي 27FC من جيجا بايت الشركة وفرت لنا الشاشة عشان نقدر نقدم لكم الحلقة بس لكن ده مش إعلان إطلاقا مجرد بناخدها كمثال لتوضيح جوانب الفيديو فمستعدين؟ يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ الفيديو حابب أعرفكم على موقع لاقي باختصار شديد موقع لاقي بيقدم لك الفرصة إنك تقدر تسترد جزء من فلوس أي حاجة بتشتريها أونلاين عن طريق الكاشباك كل اللي عليك تعمله إنك تسجل حساب على الموقع ولو مثلا أنا هتشتري حاجة من سوق دوت كوم بدل ما تدخل على الموقع مباشرة لأنت هتدخل على موقع لاقي ومن خلاله هتروح موقع سوق دوت كوم وتشتري زي ما أنا عملت كده واشتريت أرخص ماوس جيمينج في مصر اللي هيكون لي فيديو قريب بإذن الله أو لما تتم عملية الشراء هتلاقي على طول الكاشباك بقى في محفظتك منصة لاقي بتدعم أكتر من 200 موقع وبمجرد ما تسجل عليها هتاخد 50 جنيه دية ده غير إنهم عاملين مسابقة هتنتهي أخر الشهر ده لو استخدمت الموقع وعملت لهم فلو على انستجرام هتدخل سحب على 50 جايزة مختلفة موبايلات آيفون ونوت وجواس تانية متنوعة أنا بصراحة شايف إنه موقع بيقدم خدمة ممتازة أنت مش بتخسر أي حاجة بالعكس أنت بتستفيد بجزء من ثمن أي حاجة بتشتريها من على النت واستلم الفلوس سهل جدا تقدر تحولهم على حسابك أو تستلمهم من أحد فروع أمان أو حتى تحولهم على أبليكيشن لاكي وتستخدمهم في أي محل بيدها متدفع عن طريق الأبليكيشن لينك الموقع هتلاقو في الديسكريبشن تحت الفيديو النقطة الخمسة تعتبر من أهم مقاومات الشاشة وهي البانيل تايب مش متأكد بالزبط إيه ترجمتها العربية بس باختصار هي بتعبر عن جودة ألوان الشاشة وبعض العوامل الأخرى أشهر بانيلز موجودين حالياً في السوق هم الـ TN والـ VA والـ IPS بغض النظر عن اختصاراتهم بس في نقطة مميزة كده لكل واحدة الـ TN أسرعهم وأرفعهم وأرخصهم بس طبيعي بتعاني من زوايا الرؤية البشعة وجودة ألوان ضعيفة الـ VA أكثرهم دقة للألوان السودة وأفضل كونتراست وألوانها تعتبر أفضل شوية من الـ TN بس مش أحسن حاجة يعني ويعيبها البطء الشديد في سرعة الاستجابة وظاهرة الظلال مع الأجسام السريعة آخر حاجة الـ IPS ودي أحسن دقة ألوان عموماً وزوايا رؤية بس ما زالت بطيقة في الاستجابة عن الـ TN ومش أحسن كونتراست في الدنيا ده غير إن في بعض الموديلات بيحصل فيها ضي خلفي أو ممكن تقول تسريب من الإضاءة الخلفية بيظهر في أحد جوانب الشاشة اللي أنا قلته يعتبر الخطوط العامة لكل نوع منهم بس مش معنى كلامي إطلاقاً إن لازم كل الجوانب تتحقق مع بعض في الواقع مصنعين الشاشات بيكتدوا سنوياً عشان يزودوا ميزات كل واحد منهم ويقللوا العيوب لدرجة إن ميزاتهم وعيوبهم بدأوا يسيحوا جوا بعض وتدخلوا سوا وبصفة عامة الجمر مش بيهموا أو يجودة ألوان الشاشة فممكن يتكيف مع أي نوع من الثلاثة المهم تبقى عارف أول ما تشوف البانل بتاعت شاشتك هتاخد إيه في المقابل يعني مثلاً الجي 27FC من نوعية VA بس تعتبر من أفضل معايرات VA اللي شفتها في حياتي آه هي جودة ألوانها مش وسط درجة IPS بس فعلاً هتمتعك لو أنت واحد مدمن جيمينج مع مشاهدة أفلام ويوتيوب وكده عجبني أن تشبع الألوان معتدل وبتغطي 90% من DCI-B3 لو أنت بتعمل مثلاً منتاج جيم بلاي أو محتوى جيمينج عموماً دي هتبقى كافية قوي بالنسبة لك إلا لاحظته أن الحدة قليلة شوية فيها بس مش مشكلة لأنه زودتها من السوفت وير وللأسف السطوع مش أعلى حاجة أخرها 250 كانديلة بس كل ده مش مهم تعالوا ندخل للموضوع السادس اللي يمثل أهم محور في الفيديو الـ response time أو زمن الاستجابة مبدأ محير وبيعمل علامة استفهام عند كل الناس يعني ساعدت سمعني أقولي الشاشة الفلانية 1 ميلي ساكند NPRT أو الموديل الثاني ده 4 ميلي ساكند GTG إيه بقى معنى كل الألفاظ الغريبة دي؟ خلونا نبدأ بالبسيط ونبني من عنده واحدة واحدة دلوقتي لو فرضنا أن كارت الشاشة بيعرض 60 صورة في الثانية فده معناه أن الشاشة لازم تكون مستعدة لكل فريم جديد في زمن أقل من 1 على 60 من الثانية أكيد دلوقتي بتسأل نفسك ليه أقل مش يساوي؟ بص يا سيدي أي حاجة في الدنيا لها تأثير لو الشاشة دلوقتي بتعرض لون أخضر وبعد جزء من الثانية هتتنقل للأحمر فأكيد لون الأخضر القديم هيكون لي تأثير لمرحلة انتقالية بسيطة إيه بقى زمن المرحلة الانتقالية دي؟ مدة صغيرة قوي بس مع الحركة السريعة والفريمات المتتابعة ممكن يكون لها أثر سلبي على الرؤية لو الشاشة من السريعة الاستجابة بشكل كافي هتلاقي كل فريم بيأثر على اللي بعده وعشان كده بقول إن لو الكارت بيطلع 60 فريم لازم الشاشة كون مستعدة لكل فريم جديد في مدة أقل من 1 على 60 عشان فرق الزمن يروح هادر من تأثير اللون القديم اللي حصل بقى على مدار السنين مصنعين الشاشات اخترعوا قياسات تعبر عن الاستجابة أقدمهم البلاك تو وايت رسبونس تايم وده معظمكم مسماشة عنه بيجي بعده الجري تو جري رسبونس تايم وده اللي فضل مسيطر لحد فترة قريبة ومؤخراً أصبح التركيز كله على الموفينج بيكتشر رسبونس تايم أو الام بي ار تي كلهم بيتقاسوا بالميلي ثانية والقاعدة معاهم واحدة كلما كان الرقم أصغر كلما كان استجابت الشاشة أفضل وإنت كمشتري يهمك إن التلاتة تبقى قمتهم صغيرة مش يبقى واحد فيهم صغير قوي واللتنين التانين مش قد كده طبعاً أنت دلوقتي نفسك تعرف إيه الفرق بين التلاتة بس لمصلحتك أنا مش هشرح أول اتنين وهكتفي بالام بي ار تي فقط إيه السبب؟ لأنه ببساطة أكتر واحد هتحس بيه في استخدامك اليومي هو بيعبر عن كمية الضباب الملاحظ أثناء حركة جسيم على الشاشة بتلاقي زي ظل خفيف كده ورا الشيء أو الشخص اللي قدامك في الكدر كلما الام بي ار تي بتاع الشاشة قل كلما الظل ده هيتمحي أكتر وبالتالي الام بتاعك في الجيم يزبط أكتر طيب حلو الكلام أنا لما جاشتري شاشة أدور على قيمة قد إيه لزمن الاستجابة شاشات الجيميج المتميزة حاليا بتبقى واحد ميلي ساكند ام بي ار تي واربع ميلي ساكند جي تي جي بس خلي بالك ان القياسات دي في وضع مثالي للغاية يعني انت لما تفتح الشاشة من العلبة كده مباشرة مش هتوصل أكيد لواحد ميلي ساكند فيه تقنية معينة بتبقى جوا قيمة الاعدادات لازم تشغلها لأول التقنية اسمها بيتغير من شركة للتانية مثلا هنا في جيجا بايت اسمها ايم ستابيلايزر طيب هتعرف منين اسم التقنية مع كل شاشة وبساطة بتلاقيها مكتوبة في المانيول طيب التقنية دي لها عيوب اه بتقلل من سطوع الشاشة وممكن تقفل عليك معدل التحديث المتغير يعني هنا مثلا اهو مجرد ما بشغل الفريسينك هتبقى خمت الايم ستابيلايزر واقفة للأسف ماينفعش يشتغلوا سوا ملحوظة جانبية كده لو الشاشة بترعش قدامك في الفيديو فما تقلقش الكاميرا بس هي اللي بتشوف الرعشة لكن في الحقيقة الصورة سابتة تماما المهم خلوني اقولكم قاعدة كده برضو كل ما رفريش ريت بتاع الشاشة زاد كل ما زمن استجابة MBRT قل وتحسن فلو تلاحظ هتلاقي ان معظم ميزات شاشة الجيمينج نبع في الاساس من حتة الهي رفريش ريت فهفضل عيد واكد استثمر فلوسك في الإطارات العالية اكيد مش هتندم ننتقل للنقطة السبعة وهي راحة العين بعض الجيميرز بيقضوا من 6 إلى 10 ساعات في اليوم قدام الكمبيوتر خصوصا لو مهنتك ستريمينج أو يوتيوب المدة الطويلة لها أثر سلبي على حدة البصر وإجهاد العين بشكل عام فازاي نحل الأزمة؟ شخصيا أنصحك أنك تقوم من مكانك كل نص ساعة مثلا واستغل لأوقات الأكل والصلاف أنك تفصل عينك لفترة معقولة بس برغم كده ممكن برضو تتحط في ظرف يفرد عليك القاعدة متواصل لساعات وهنا الشركات مش هتسيبك أكيد كل الشاشات الجديدة حاليا فيها تقنية لوب لو لايت باختصار هو فلتر بيمنع الأطوال المجية الزرقة اش معنى الزرقة تحديدا؟ عن طريق شوية دراسات وما لقوا أنها سبب رئيسي في إجهاد العين وقارك النوم ومن كتر ما هي أصبحت تكنولوجيا مهمة أصبحت موجودة في كل الشاشات حاليا سواء للجيمينج أو صناعة المحتوى أو حتى الموبايلات لو جيت تفصل في وسط يومك وهتقرأ مقالة شغل اللوب لو مود عشان ترايح عينك شوية قبل ما تنام بشوية برضو فعله عشان تدي فرصة لعينك ترتاح وأهم حاجة اوعى أبدا تلعب في قوضة معتمة على سطوع عالي حتى لو كنت في بطولة مفيش حاجة تستحق تضعف عينيك مع الزمن خلينا بقى نختم بالحاجة اللي واضحة قدام عينيك مباشرة التصميم شاشة الجيمينج دايما لها طبع خاص يعملك شوية كيرفات هنا وهناك تلاقي الحوافر فايعة جدا عشان لو ناو تضيف شاشتين أو ثلاثة جنب بعض يمكن تلاقي كمان RGB يعملك ضوء خافت في القوضة المعتمة ومؤخرا كتير منهم مقوس أو بنسميها كيرفت مونيتور الشاشة المقوسة بتديك إحساس من غماس أكتر في المحتوى وكل ما زادت التقويسة كل ما كانت عناصر الشاشة متساوية المسافة من عينيك وشفتها بوضوح أفضل وأقل إجهاد بالإضافة أن فيه جوانب أكتر أهمية زي درجات الحرية تلاقي مثلا الشاشة بتتحرك لفوق وتحت أو ينفع تميلها شوية في الآخر تعتبر محور مش جوهري في الاستخدام بس بيفرق مع طول التجربة كالعادة خلونا نعمل الملخص على الشاشة المعانا واللم كل التمن نقط الجي 27FC هي شاشة جيمينج موجهة للفئة المتوسطة دقة عرض 1080p وبتيجي ببانل VA بتقدم ألوان مقبولة ومعدل تحديث متغير بيوصل ل 165 هيرتز مع زمن استجابة 1 ميلي ثانية NPRT فيها تقنيات راح تلعين زي اللوب لو لايت والفليكر فري وبتنتاج معظم قرارات التصميم المذكورة سابقا بس بتفتكر لبعض التفنيشات البسيطة زي ان ما فيش قبل ايه الدوران حوالين الرأسي والليستاند جزء كبير منه بلاستيك فما تعتبرش أحسن استقرار في الدنيا وجهة الاعدادات ممتازة وفيها تحكم كامل بكل الجوانب اللي وضحتها أثناء الفيديو هين بالإضافة ان عندهم سوفتوير إضافي للشاشة اسمه Sidekick ممكن تعمل منه بروفايل بأعدادات وألوان معينة وتسايفه وتغير خواص الشاشة براحتك بس كالعادة مش بعتبر السوفتوير ميزة قوية لأنه بيتطلب منك توصيل كابل USB إضافي من الكيس للشاشة ونظرا لحقيقة ان كل الكابلات هنا قصيرة فده بيمثل عبق إضافي على تنظيم مجريات السطب بس من الناحية العملية ففعلا لا يعل عليها كل القوايم ممكن تلعب فيها بزرار واحد وملمسه رهيب البور بيوصل بمجرد كابل ومفيش محول طاقة وتعتبر واحدة من أفضل الفي اي بانيلز اللي جربتها لحد دلوقتي كالعادة هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو حد عايز يعرف عنها أكتر لو انت لسه مكمل لحد هنا فأحب أشكرك على متابعة واحدة من أعقد سلاسر الشرح على القناة لو عندك أي سؤال اكتبلي في التعليقات أنا بحاول أرد قدر الإمكان وما تنساش تشارك في القناة عشان تشوف كل فيديو جديد أشوفكم بإذن الله حلقة جديدة سلام اشتركوا في القناة